عاجل ومفاجأة طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على لبنان وعاجل الحكومة المصرية تصدر بيانا حول أسعار تذاكر القطارات وعاجل جريمة تهز مصر في مول تجاري شهير والأمن يبحث عن القاتل وصديق الشابة المصرية المنتحر عبره واتساب يفجر مفاجأة حول لحظة انتحاره في البداية عاوزيني صلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزيني نوصل ألف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزيني نوصل أكتر من ألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها نبدأ مع بعض في تفاصيل أو الخبر معنا ويه عاجل جريمة تهز مصر في مول تجاري شهير والأمن يبحث عن القاتل شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر جريمة باشعة حيث أقدم مجهولون على قتل فتاة في العقد الثاني من العمر أثناء عملها بعيادة في مول تجاري شهير بوسط المدينة النيابة العامة بكفر الدوار قررت ندب طب شرعي بالبحيرة لفحص جثة نجلاء نون ألف التي لقيت مصرعها لبيان سبب القتل والأدى المتسببة في ذلك تم نقل جثة المجن عليها إلى غرفة حفظ موتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهدها لكشف غموض الواقعة ووجهت قوات الأمن بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث وجاري تفريق كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول للجناء المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية ربنا يرحمها إن شاء الله ويخفر لها وإن شاء الله تتوصل أجهزة الأمن للمتسبب أو للمتهمين في هذه الواقعة وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر من تل مع بعض الخبر آخر وأعاجل الحكومة المصرية تصدر بيانا حول أسعار تذاكر القطارات نفت الحكومة المصرية عزمها زيادة أسعار تذاكر الصفر بقطارات السكك الحديد وذلك بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار تذاكر الصفر قام المركز الإعلامي المجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل المصرية التي نفت تلك الأنباء تماما أكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الصفر بقطارات السكك الحديد وأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبل والبحر سواء المكيفة أو العادية ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير مصدر معانا كان من أرتي وهذا كان يعني توضيح من الحكومة المصرية أو من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بسبب الإشعاعات التي طلعت وقالت أن تذاكر القطارات غلية أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وصديق الشاب المصري المنتحر عبر واتساب يفجر مفاجأة حول لحظة انتحاره كشف صديق الشاب المصري المنتحر في غرفته بمنشأة ناصر التابع لمحافظة القاهرة في مصر مفاجأة على انتحار صديقه وقال الشاب بإسلام أنه اتفق مع صديقه المنتحر على الذهاب لحضور فرح صديق آخر له ما في منطقة السلام وفي يوم الفرح نفسه وتحديدا يوم الاثنين الماضي سمع خبر وفاة صديقه ليدخل في نوبة من البكاء الشديد وأضاف آخر مرة شفته كان يوم السبت اللي فات وكان عادي جدا ما كانش ظاهر عليه حاجة تزعله وكرنا متفقين نحضر فرح في السلام لواحد صاحبنا وقبل الفرح بساعات سمعت خبر وفاته إسلام أوضح أن صديقه محمد البالغ 17 سنة من عمره ترك الدراسة ويعمل في محل أحذية أكد أنه ليس لديه حساب على تطبيق تيك توك ويأكاد يسمع عنه فقط ولا يهوى تصوير الفيديوهات كما تردد عنه وتابع محمد كان طيب جدا وما كنتش بصدق أنه ممكن يعمل كده والكلام أنه صور نفسه وهو بينتحر دا كده كمان ما عندوش حساب على تيك توك ولا نجم ولا أي حاجة مصدر معانا كان من الوطن هذه كانت تصريحات يعني صديق الشاب المنتحر يعني ربنا يخفر له ويرحمه إن شاء الله ننتهي مع بعض الخبر آخر وعاجل ومفاجأة طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على لبنان قالت وسائل إعلام محلية في لبنان في أنباء عاجلة لها منذ قليل إن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على مواقع بجنوب لبنان وذكر قناة الميادين اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة حريجة في جنوب لبنان فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة كريات شمونة ظهر أمس متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدريعي أعلن أن الطيران الإسرائيلي سيواصل شن غاراته في جنوب لبنان أدريعي قال في بيان نشره على حسابه الرسمي على تويتر شن الطائرات حربية ليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم قضائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية وأضاف كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقا قضائف صاروخية نحو إسرائيل الأربعاء أعلنت إسرائيل أن قواتها قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق سلاسة صواريخ منه حيث قال أدريعي أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان فيما سقط الصاروخان الآخرين في إسرائيل أضاف ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش إطلاق صافرات الإنظار في مدينة كريات شمونة وكيبودس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل إثر الهجوم الصاروخي الجديد مصدر معانا كان من صحيفة الموجز ويعني هذا كان آخر الأخبار حول يعني الغراط الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وخلي بالك من حسابك البنكي تحذير مهم من البنك المركزي حدد البنك المركزي المصري عدة إجراءات لتنشيط الحسابات الراكدة لعملاء البنوك بهدف إعادة التعامل عليها سواء بالسحب أو الإيداع أو الاستعلام وإجراء التحويلات المالية المختلفة وعرف البنك المركزي في بيان الحساب الراكد لدى أي بنك بأنه الحساب الذي لم يتم إجراء أي من المعاملات عليه سواء سحب أو إيداع أو تحويل أو الاستعلام الإلكتروني أو الموفق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامين بالنسبة لحسابات التوفير أوضح للمعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء بسلقص من الرسوم أو إضافة العوائد لا تعتبر من المعاملات التي يتم بمؤجبها تنشيط الحساب وأن العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدى البنك يمكنهم اتباع عدد من الإجراءات لتنشيط حساباتهم حيث سمح في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أي من وسائل الاتصال بالبنك على سبيل المثال للحصر عن طريق الفروع أو مراكز الاتصال أو الإنترنت البنكي قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى أو ماكينات الصراف الآلي وذلك بعد التأكد من هوية العميل لما هو متبع في هذا الشأن وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول أفار البنك المركزي إلى أنه يسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الإنترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية أو قنوات الاتصال الأخرى وفي حال اعتبار العميل راكدا يتعين عليه لتنشيط حساباته خلال أي من وسائل الاتصال بالبنك وفقا لسياسة كل بنك عبر المصادقة على رصيد الحسابات أو كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات أو اللجوء لغلق الحسابات الراكدة بالبنوك وشدد المركزي على ضرورة التزام البنوك بعدم رابط أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات الراكدة للعملاء أو إغلاقها كما سمح بغلق الحساب البنك الراكد في حال مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر وعدم لجوء العميل إلى أي من إجراءات التنشيط مصدر معانا كان من صحيفة الموجز وهذا يعني كان تنبيه من البنك المركزي أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر جينا لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم وما طولتش عليكم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته